على غير العادة تعز في واجهة الاهتمام الأممي فبعد أربع سنوات ونيف من التجاهل يصل لمدينة تعز وفد أممي للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة واضعاً النقاط على حروف الحاجة الإنسانية والحصار الوفد الذي يترأسه المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن علي رضا والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلس دينجول شدد على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على تعز منذ نحو أربع سنوات ونصف داعياً إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة مستعرضاً مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة لاحتياجات الإنسانية للعام المقبل الأمر لا يبدو مصفاً كلياً لمدينة شهدت كل الويلات وتجاهل مأساتها المجتمع الدولي طويلاً لكنه يترك تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستعيد الاعتبار الإنساني للمدينة وتترك أثراً بعد الإهمال الذي شهدته طيلة السنوات الماضية كانت قد بدأت المنظمات الإغاثية تفتح عيونها على مأسات تعز لكنها سرعان ما خرجت المدينة من دائرة الاهتمام الأممي عقب مقتل موظف بعثة الصليف الأحمر الدولية حنال حود على يد مسلح مجهول في تعز وكانت تلك الحادثة رسالة هامة لإغلاق الباب الإنساني في وجه المدينة نهيك عن ذلك أغفل المبعوث الأممي ملف تعز الذي كان واحداً من مخرجات السوكهولم ومع ذلك لم يحرك المبعوث الأممي أي خطوة لتنفيذ هذا الاتفاق أربع سنوات عاشت خلالها مدينة تعز ظروفاً عصيبة بدءاً بمجازر القصف العشوائي ضد المدنيين مروراً بالقناصة والألغام ووصولاً إلى الحصار الخانق وقفت المدينة أمام تلك الظروف بإصرار منقطع نظير وناجحت بالاعتماد على نفسها في تحرير أجزاء من المدينة وكسر جزئي لحصار ميليشيا الحوثي وصالح تحتفظ ذاكرة تعز بمشاهد مروعة من يوميات الحرب ضحايا الألغام وإنقاذ الأطفال من ركام القصف بطيران التحالف والحوثيين ومعاناة السكان في منفذ الدحي مشاهد تحكي فصلاً من فصول الحرب وبشاعتها ضد المدينة ترجمة نانسي قنقر